اشتركوا في القناة من مرحلة الهواية إلى الاحترافية شكرا علي تحت الفرصة للحديث عن قانون الاحتراف الرياضي ولا بد أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لمصادقته على قانون الاحتراف الرياضي وانهن جلالة الملك بالمكان الرائدة التي وصلت لها مملكة البحرين في المجال الرياضي ولا شك أن الحكومة الموقرة برأسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان لها الدور الكبير في إعداد مشروع قانون الاحتراف الرياضي وطبعا نفخر بالتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تبادل وجهات النظر لأثمرت الصيغة النهائية لمشروع القانون وأقراره ونعتقد أن هذا القانون سيكون نقلة نوعية للرياضة البحرينية إن شاء الله ويفتح فرص واعدة أمام جميع الرياضيين البحرينيين وأيضا راح يعزز فكرة ومبدأ تحويل الرياضة إلى صناعة لابد من كلمة شكر وتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة فهم الداعمين الأساسيين للشباب في البحرين نحو التقدم والتطوير دائما في المسيرة الرياضية ونحن في لجنة شؤون الشباب بالمجلس حرصنا كل الحرص على أن يكون هذا القانون متكامل بداية من كونه مقترح وقدم المجلس الشورى إلى صياغته إلى مشروع قانون إن شاء الله يكون ملبي لطموح الشباب البحرين واليوم نفخر ونعتز أيضا بوجود هذا القانون المستقل للاحتراف الرياضي وبالتأكيد إن شاء الله راح يكون له الانكاسات الإيجابية ورح نحصد قريبا بإذن الله ثمار هذا القانون نعم سعادة الأستاذ سبيتش الفضالة عظم مجلس الشورى رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر